حكاية تخص محمد عبد المنع محمد عبد المنع من يومين كده كتب بوست على انستجرام بيتكلم انه بيحي الجماهير وانتو عملتوا وساندتوا ودعبتوني وكلام الجميل ده لو معنا الشباب البوست اللي حطوا على انستجرام ده نحطها ونفتكيرها مع بعض عموما يعني الناس فصلت الكلمتين دول انه خلاص محمد عبد المنع ما يمشي اللي هقول لك ده الحكاية بتاعة محمد عبد المنع بالتفصيل وقد دعي انك ربما تكون هتسمعها لأول مر لأول مر ومشي معاي واحدة واحدة كده محمد عبد المنع وهو بيتعدله التعاقد بتاعه اللي هو كان 4 مليون جنيه وبقى 6 مليون جنيه 4 مليون جنيه وبقى ياخد 6 مليون جنيه في الموسم الاهلي وعدوا شفهيا انه لو جاء له عرض مناسب فأي وقت هيوافق على رحيله بنهاية الموسم يعني تحديدا بنهاية الموسم فالراجل عجبوا الكلام عقد محمد عبد المنع لحد نهاية 2026 يعني فضله موسمين مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة محمد عبد المنع لم يصلوا اي عرض رسمي ونفس الامر بالنسبة للنادي الاهلي مجالوش عرض لمحمد عبد المنع خالص كل الكلام شفهي من وكلاء من انداء كله شفهي بس ما فيش عرض رسمي النادي الاهلي اتكلم مع محمد عبد المنع على تجديد التعاقد او قبل تجديد التعاقد اتكلم مع محمد عبد المنع على تعاديل تعاديل بناء على طلب محمد عبد المنع تعاديل المقابل اللي بياخده سنويا هو بياخد كم دلوقتي؟ بياخد 6 مليون جنيه في الموسم النادي الاهلي عرض على محمد عبد المنع كان في الموسم العرض الجديد يعني 30 مليون جنيه في الموسم تاني الاهلي عرض على محمد عبد المنع 30 مليون جنيه بشرط بشرط ان العقد بتاع محمد عبد المنعم يتمد مسلمين اخرين يعني او لتات مواسم كمان اخرين بدل 2026 يخلص في 2029 تاني بدل 2026 يخلص في 2029 الكلام ده ما عجبش محمد عبد المنعم قال لهم تمام انا الرقم حلو بس نتكلم في تجديد التعاقد بنهاية المسم اللي جاي اللي هو 2025 فالاهلي قالوا لا عشان نعدلك بالرقم ده نضمن ان انت موجود معنا لحد 2029 او عقدك مستمر لحد 2029 مكالمات هنا ومكالمات هنا وامور رايحة جاية والامور ما زالت معلقة في وسط هذه الاحاديث وهذه المكالمات وهذه المفاوضات كتب محمد عبد المنعم الجملتين دول وكأنه غير راضي على اللي بيحصل مش عاجبه قوي هو عايز يتجدد له بس قال لك ايه سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي شكرا لكم على كل شيء ده كان اللي كاتبه محمد عبد المنعم من كم يوم ببساطة الامور في مرحلة مفاوضات ما بين الاهل ومحمد عبد المنعم وخد المفاجأة احنا كلنا نتحدث ان محمد عبد المنعم على وشق الرحيل من النادي الاهل ولكن يبدو ان محمد عبد المنعم هيستمر مع النادي الاهلي واحساسي وتصوري انه عبد المنعم هيقبل بشروط النادي الاهلي اللي هي شروط بصراحة منطقية جدا انا عشان ارفع لك عقدك بالرقم ده محتاجي بقى معي عدد سنوات اكبر من موسمين منطقي جدا طيب هتقول لي ما هو برضو رقم كبير او 30 مليون جنيه على محمد عبد المنعم في الموسم وقولك لا مش رقم كبير خالص والاهلي فاهم ده كويس يعني بتتكلم 30 مليون جنيه في السنة يعني تقريبا حوالي 600 ألف دولار وخد بالك اللعيبة بتاعت الاهلي دلوقتي بتبص على اللعيبة الاجانب اللي في الفريق اللي بياخده مليون ومتين ومليون تلتمية ومليون ونص وانت طالع فان هو ياخد 600 ألف دولار وهو واحد من اهم ركاز الانساء في الفريق فده رقم الاهلي هيشوفه عادي واكيد محمد عبد المنعم برضو هيشوفه معقول اذا فنحن امام ايه مش مشكلة بس لسه ما فيش اتفاق ما بين الاهلي ومحمد عبد المنعم الاهلي ما زال عند هذه اللحظة عند وعده مع محمد عبد المنعم يا سيدي والله جالك عرض محترم مفيد للنادية ومفيد ليك هنوافق ما جاش لا مش هنسيبك وخلاص مش هنسيبك وخلاص هتكمل معنا المسلمين اهلا وسهلا بالرقم القديم عايز تجدد او عايز تعدل الفلوس اللي انت بتاخدها يبقى لو سمحت تجدد لها لحد 2029 وهنعدلك اللي انت عايزه دي حكاية عبد المنعم بالكامل بالارقام بالتفاصيل المملة جدا الواضحة جدا دي حكاية اشتركوا في القناة